ce matin à l'aube donc à deux minutes d'intervalle le quartier général des marines américains à Beirut et un poste de commandement du premier régiment de chasseur parachyutiste français de la force multinationale ont été victimes d'un double attentat à l'explosif هكذا في 23 تشرين الأول 1983 بث الإعلام الفرنسي المشاهد الأولية لتفجير مبنى دراكار الذي كانت تتمركز فيه الوحدة الفرنسية في Beirut والذي أدى لسقوط 58 مضليا فرنسيا وذلك بعد دقائق معدودة من انفجار قوات المارينز الأمريكية 40 عاما على كل ما سبق سنوات طويلة لم تمنع القضاء الفرنسي فجأة قبل يومين من إرسال استنابة قضائية إلى النيابة العامة التمييزية يطالبها فيها باستجواب يوسف وسناء الخليل الذي قال أنه مشتبه بتورطهما في هذا التفجير وإبلاغ السلطات الفرنسية بالنتيجة معلومات الأوتيفي تشيري لأن الطلب لم يذكر كامل هويات هذين الشخصين بل أورد اسميهما فقط ولم يعرف أيضا إن كانا على قيد الحياة أم لا وإن كانا على علاقة بحزب الله أو لا التباسات تدفع بالجانب اللبناني للتريث في الرد على هذا الطلب الذي لم يستلمه بعد المدعي العام التمييزي لغيابه عن مكتبه منذ أيام ولم يترجم حتى القضاء اللبناني كان أعلن سقوط الجريمة بمرور الزمن منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي ولكن هذا لا يسري على القضاء الفرنسي تؤكد مصادر قانونية للأوتيفي مشيرة إلى أن القضاء اللبناني ملزم بالتعاون مع فرنسا بموجب اتفاقية التعاون الجنائي الموقعة بين البلدين من دون أن يعني ذلك طبعا قدرته على الوصول للمشتبه بهما لذلك ترجح المصادر أن يحفظ هذا الملف بعدما يكون القضاء اللبناني قد أبلغ النتيجة للجانب الفرنسي بعيدا من التعقيدات القضائية يبقى السؤال الأساسي لماذا تعيد فرنسا إحياء ملف المظليين الفرنسيين بعدما كانت دخلت وبقوة على خط ملف انفجار مرفأ بيروت من جهة والملف المالي لحاكم مصرف لبنان من جهة ثانية سؤال لا يمكن الرد عليه من الناحية القضائية فقط فالرسالة السياسية واضحة حيث تعتبر مصادر سياسية معنية أن الهدف الفرنسي ممارسة الضغط على حزب الله للتراجع عن خياره الرئاسي وتقول لا شك أن الفرنسي تأثر بالموقف السعودي وبدأ بممارسة سياسة الضغط على الحزب ولا شك أن الضغط سيزداد والمواجهة ستتصاعد أما على خط حزب الله فتكتفي مصادره بعبارة يتيمة مفادها لا تعليق ولا شيء لدينا لنقوله